كمان الهيئة الوطنية للانتخابات برئيسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقط أعلنت إمبارح عن استئناف الدعاية الانتخابية للمرشحين اللي هيخودوا جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 واللي قررت إنها تستمر من إمبارح لحد يوم 5 سبتمبر اللي جاي وحيبدأ الصمت الانتخابي في نفس اليوم من الساعة 2 الظهر حسب التوقيت المحلي لكل دولة